سلام عليكم البنات كديرين لبس اليكم كل شي بخير ان شاء الله يا رب تكونوا كلكم على خير وبخير وعلى احسن حال اه مرحبا بكم في قناة صهرة شانيل اليوم ما غادي نشارك معاكم اه لنشوبها مقلية بلا زيت بلا مقلة كيف كتشوفوا معايا كتجي رائعة لا في المعدق ولا في الشكل كتجي مقرملة بزاف وزويونة ونوجدها معاكم ما شاء الله بأسهل طريقة بالنسبة الناس اللي ما تاكلوش القلي عزيز عليهم لنشوبها مقلية ولكن ما كاكلوش القلي بها الطريقة هذي غادي ياكلوها وبصحة وراحة كتجي رائعة في المعدق وصحية غادي نحتاج لنشوبها عندي هنا هنا لنشوبها غادي نشربها شرمولة وجهتها بالتومة الحامض شوية سكنجفير شوية الكامون شوية الخرقوم شوية الملح شوية البزار تقريبا رقتها في الشرمولة ساعة ساعة ولا نصف ساعة هادي هنا يا دقيق فينو هاو الفورس اللي موجود عندكم ورق الزبدة جوج مطاشة صغيرين ومقلة كبيرة لما كانت للسقش اللي كانت عندكم شي الطاوة ولا شي تبصى لما كانت للسقش مزيان هادي ناخد دقيق فينو هادي ندير على لانشوبها شوية من دقيق يمكن لكم الضيفوع على الشرمولة من اللي توجدوا الشرمولة كلها الضيفوع لها الدقيق اتخلطوها مزيان عاد غادي اتديروها لانشوبة اتخلطوها مزيان وتحطوها الترقد سوف يقدر تدقيق على لانشوبة خلطها مزيان هنا هي دهنت الطاوة بالنقلاب بالزيت ودرت عليها ورق الزبدة كيف تشوفوا معيها جوج مطاشة في الوسط استفت لانشوبة بها الطريقة هادي واحدة 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 وعاد غادي نخطيها بورق الزبدة اخرى من فوق كيف تشوفوا معيها وتنجمعها في جنب بحال هاكة بها الطريقة هادي حتى نكمل بحال هاكة نشعل عليها النار مهيلة بزاف نتقطيب من تحت نبقى نحرقها ونطلع عليها من تحت بحال هاكة الا تحمرت من تحت راعها طب تصفي نبقى نحركها بحال هاكة باش ما تلسقش نحاولو ما نضغطوش على الورقة باش ما تلسق ليناش وصفيم نكطيب من تحت ان نخطب سلب حال هادا نقلبه على مقلة ها الطريقة سوف يملك نقلب هاكة نديرها على الورقة من الجهة الخورة بحال هاكة المقلة وكو نعاود نرجعها باش تطيب من الجهة الخورة دائما نرمهيلة بزاف سوف يملك الطب نحيدو الورقة ونحطوها بالصحة والراحة نتمنى انها تتعجبكم ان شاء الله تجربوها واللي عجبكم الفيديو ديروا اللايك الفيديو والبنت اللي عادل تحقوا بالقناة نقول لكم شكرا على مشاركتكم في القناة والللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة